مرحبا فيكم معكم سامي كورجي واليوم بالفوتوشوب في شي كتير سريع كتير سهل وكتير بيعطي التأثير كتير حلو كم كتير قلت بين هيدا الشي فينا نحنا نتحكم بالاضاءة فينا نعطي تأثير حلو للاضاءة فينا نحنا نرسم الاضاءة مش نعدل الاضاءة مسلا متل هيدا الصورة اللي عم تشوفوها هلأ هيدا الصورة ما كانت هيك من الاساس هيدا كانت بهيدا الشكل واكيد لحتى تعمل هيدا الصورة لازم نفوت على الفوتوشوب. من خلال الفوتوشوب هوني بعد ما نفتح الفوتوشوب واكيد من بعد ما نختار الصورة. انا اخترت هذه الصورة لشاب صديقي. هوني. اه اخدتها من الفيسبوك ما معه خبر انه اخدتها. فهلا يمكن يتفاجأ لما عم بيشوف الحلقة. اه لوك والتي ما بيهم المهم هو كيف اه نعرف اول شغلية حنعمل نيو نيو برايتنس ان كونترس لير. فمن بعد ما حط هايدي اللير بدي اتأكد من ان انا كبسة اللير ماسك. من بعد ما اكبس اللير ماسك بيكبس ال على الكيبورد او من هوني باللاسو تول. بدي اتأكد ان انا مستعمل اللاسو تول مش البوليغون ولا الماگنتيك يلي هي هايدي. من بعد ما اختار آآ اللاسو تول بدي ارسم انا شكل الاضاقة. هلأ هوني بدي استعمل مخيلتي شوي لانه الاضاقة مسلا لما تجي تضرب عالوجه من جهة معينة. كيف هذا يكون آآ اعطي الشكل. فهارسمه هلأ مسلا كل ما كانت مخيلة تكون آآ قادرة تعطي اقرب للحقيقة كل ما كانت حلوة. فانا عم عم بموجها شوي لحاجة بشكل الوجه. فكل ما عم بعطي الشكل هيك. فبنزل شوي بيكبس لحتى قدر انزل. فبشكل سريع يعني حتى ما اطول عليكم. فيها تكون اضبط وكل ما انتم اخدتوا وقتكم شوي بالرسم بتعطيوه الشكل الرياليستيك يعني فين نقول. تمام. اوكي افترضنا انه انا هادت الخط الضوء اللي ضرب عوجه. من بعد هالي اه تأكد ان انا كيبس على على الكيبورد بد اكبس كونترول باك سبيس. هون بصير آآ بمحل من الابيض هوني لانه بخلي التأثير بس يطبق كل شي من بره. الابيض يعني. فبدي اكبس كونترول دي على الكيبورد لعمل دي سيلكت. وخليني اكبس في حتى بنزل شوي بالبرايتنس لحتى تشوفوا كيف صارت. هلا هون اوكي. بدي اشوف آآ ادى في قدر انزل. انتو حسب ما انتم بتكون. المهم هلا من بعد ما نزل شوي بدي ارجع على layer mask هون بال layer mask settings. بدي عالي شوي الفاثر. على حسب الصورة ادى هي تكون آآ مناسبة. احسب الصورة اللي انتم مختارينها ال number of pixels هون مش standard. حسب حجم الصورة اكيد. فانا بختار مسلا آآ يعني شوي رياليستي يكون هالشكل. تمام? هادي step number one step number two. بدي اعمل double key control j على الكيبورد. آآ بس هالمرة اش بدي اعمل? بدي آآ layer mask اكبس عليها و بدي اكبس control i على الكيبورد. بعمل inverse. اللي صار هو انه آآ عملت inverse. بس هون اللي بدي اعمله ارجع على layer mask على layer اللي brightness هون. اللي هي واضحة بدي عليها لفوق. بالعكس يعني. بدي علي شوي لفوق. اوكي تمام هيك آآ اوكي. اوكي. هلأ انا هون عملت آآ اضاءة. آآ فينا ارجع عامل ال finishing تبع الكل شي للصورة. مهم بفوت بالكيرز مسلا. بعطي شوي contrast للصورة. بهالشكل. بعطيها film look مسلا. بعطي شوي red. شوي blue. آآ green شوي. وات لحطيها. ذهب. تمام. على فينا ارجع شوي يعطيها highlights. آآ طيب تمام. هيك آآ ازا بتشوفوا هون. مبينة عن جد. هي light. فبس لي ضرب هيك. بروح لورا. بتشوفوا هون كيف صايرة. فعم بقلكم انه قد ما بتكونوا realistic شوي بالرسمة الاضاءة. كن ما كانت حلو. فهذا الدرس ستصبح سريع والسهل وكتير حلو. بتقولوا تعملوا كتير اشياء منه. خاصة بال او كمان في كتير مجالات واسعة. المجال التصوير مجال تصميم واسع جدا. فهيدي الشغلة بتفيدكن. ومثل كل مرة ما تنسوا سابسكرايب لايك شير كومنت. ازا حابين تعرفوا عن شيء او حابين تسألوا عن شيء. بنعيوني. وبشوفكم بحلقة جديدة. اشتركوا في القناة